الزمالك هاردلاك كنتم معبرين جدا جدا بتواجدكم داخل الاستاد بشكل محترم جدا جدا وكان جمهور الزمالك وما زال دائما وابدا خلف فريقه فهاردلاك لجمهور الزمالك هاردلاك نهاردة للعيبة الزمالك اللي مش هيقلل منهم على الاطلاق ولا حيسحب منهم لقب منح ليهم انه هم لعيبة مميزة لانه هم فعلا كلهم لعيبة مميزة هم هم نفس التيم اللي جاب الموسم اللي فات بطولة الدوري هم هم نفس اللعيبة اللي جابت بطولة الكاس وهو نفس المدير الفني اللي اشدنا به واطلقنا عليه هنا في البرنامج لقب البابا اللي هو فريرة طبيعي في كرة القدم انك ما تكونش موفق وما يكونش دا يومك الزمالك لكان النهاردة موفق ولا كان النهاردة يومه النهاردة فريرة واحد من اهم وافضل المدربين اللي جون في تاريخ كرة القدم المصرية مدرب عنده قدرة على مش بس يطور اللعيبة وانما عنده قدرة على انه يعلم اللعيبة من اول وجديد يعني ايه كرة قدم ده بحسب ما اللعيبة نفسها ما بتخرج في لقاءاته ما بتتكلم النهاردة ما كانش موفق ما كانش تغيراته افضل حاجة ما كانش رؤيته للمباراة افضل حاجة وبالتالي لو ركزت في الكلمة بتاعت كولر النهاردة هيقولك انا ما بشغلش بالي وهو ده اللي حيحبه جمهور الالف كولر لو استمر قدام قالك انا انا ما بشغلش بالي هو الخصم بيلعب ازاي انا بفرد شخصيتي انا الفعل طول الوقت انا الفعل طول الوقت جمهور الاهلي لما يسمع اللقاء ده تاني انا بس الفرحة فالناس مش واخد بالها بس انا وقفت عندها جمهور الاهلي لما يسمع كلمة كولر دي تاني هيبقى عارف انه هو لقى اللي هو عايزه بس مش لقىه بس بالكلام لقىه وبشرط انه هو يفضل يتنفذ على ارض الواقع اللي هو الشخصية بتاعتي دي ما فيهاش مرونة هي شخصية جمدة يعني ايه شخصية جمدة؟ شخصية بتفرد الفعل بتاعها ورد الفعل هو بيقى دايما من الخصم النهاردة فريرة تحسوا طول الوقت راضي بانه يكون رد الفعل راضي ومنتظر انه يكون رد فعله اقوى من فعل الاهلي ولذلك هو خدعины حقيقة انا مش هانسة انه في تحليلنا اليوم الاتنين اللي فات واحنا بنتكلم على نقاط القوة هنا ونقاط skill here نقاط الضعفة هنا ونقاط الضعفة هنا قلنا انه المشكلة حتبقى في الاهلي في ظهره دايما عند علي معلول وهيبقى دايما في الكور اللي في ظهر علي معلول قلنا انه مشكلة الزمالك على طول الوقت انه عنده مشكلة في الخروج بالكورة ده كان كلام تامر بدوي في شرحه للمشاكل وشرح عز كمان للمشاكل اللي موجودة في الزمالك والاهلي كلا هما يعني النهاردة زمالك واضح إنه كان عنده مشكلة كبيرة في الخروج بالكورة عنده مشكلة عنده مشكلة كبيرة في المنظومة أصلا بتاعة طريقة 3-5-2 ولذلك هو عانى منها اللعبة بعضها ما كانش حسن هو بيلعب على راحته يعني فكرة إن الشكبالة ترامى ناحية الشمال ضاعت كتير جدا جدا من المخزون أصلا اللي موجود عند الشكبالة لو كان نزل من الأول ناحية اليمين كتالدنيا فرقت معه كتير جدا جدا وفرقت مع الزمالك إذن كل شيء لم يكن النهاردة معدن لأن تكون ليلة بيضاء كل شيء أعدى لكي تكون هذه الليلة هي ليلة النادي الأهلي بين قصين وبكل صدق هو استحقها النادي الأهلي عن جدارة وعن استحقاق هذا الفوز وهذا المكسب